موجة ثورية جديدة سجلها المتظاهرون في العراق حيث شهدت بغداد والمحافظات الأخرى تظاهرات واسعة تخلى لها استمرار وتوسع في قطع الطرق تعبيرا عن الرفض الشعبي لتولي مرشح الأحزاب رئاسة الحكومة أعداد غفيرة من المتظاهرين توافدت إلى الساحات وسط مسيرات ساخرة من مرشح الأحزاب بينما نشرت القوات الأمنية عناصر إضافية قرب الساحات وفي محيطها ففي بغداد لم تنحصر التظاهرات بساحة التحرير بل امتدت حتى شملت منطقة الحسينية التي تقع بأطراف العاصمة من جانبها الشمالي الشرقي والتي خرج المئات من أهلها بتظاهرات حاشدة وقطعوا عددا من الطرق فيها من بينها الطريق الرابط بمحافظتي ديالا والتأميم كما أغلق المتظاهرون طريق محمد القاسم السريع شرقي بغداد وعلقوا لافتات كتب عليها لن نسلم رئاسة الحكومة للأحزاب مجددا المشهد كان مماثلا في المحافظات الجنوبية التي استمرت التظاهرات فيها لتتسع ليلا وتشهد حالات جديدة لقطع الشوارع ففي البصرة أضرم المتظاهرون النيران في إطارات السيارات ومنعوا حركة المرور في الشوارع الرئيسة وسط المدينة وفي ذقار ومع تجمع الآلاف في ساحة الحبوب قطع المتظاهرون تقاطع البهو وسط الناصرية وكتبوا لفتات حملت شعارات لا لتدوير نفاية الأحزاب واستمر قطع الطرق في محافظة القادسية إذ أضرم متظاهرون النار بإطارات قطعوا بها الطريق الرابط بين منطقة الشمية ومحافظة النجف هذه الأخيرة شهدت أيضا قطع طريق نفق العسكريين وشارع مطار النجف وطريق مجسرات الكوفة كما شهدت مدن كربلاء تظاهرات واسعة قطع المتظاهرون فيها العديد من الطرق ومنها الطريق الرابط بمحافظة النجف وشارع النقيب وسط المدينة كما استمر قطع الطرق في مدينة الكوت مركز محافظة واسط بينما قطع متظاهر محافظة ميسان عددا من الطرق الحيوية حرك شعبي متصاعد بموازاة تخبط تعيشه العملية السياسية التي يعاني أقطابها شللا وصراعا دخليا إذا أتجدد وتنوع وسائل الضغط التي يستخدمها الثوار باتوا يملكون زمام المبادرة ليواصلوا مسيرتهم حتى تحقيق جميع الأهداف التي خرجوا من أجلها ترجمة نانسي قنقر